نظام الحكم في السودان وفق دستور البلاد الانتقالي لعام 2005 لا مركزي ويتدرج عبر أربعة مستويات فنجد في قمة هرم السلطة الحكم القومي وهو يمثل السودان ككل ويقر السياسات الداخلية والخارجية وهناك مستوى الحكم في جنوب السودان وهو يعنى بممارسة السلطة فيما يتعلق بأهل الجنوب وولاياته ثالثا الحكم الولائي ويمارس السلطة على مستوى الولايات الخمس والعشرين أخيرا مستوى الحكم المحلي وتتكون كل ولاية من عدد من المحليات تتولى مهمة تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة الأنشطة محليا ويوجد في كل مستوى من هذه المستويات ثلاث سلطات متقابلة تنفيذية وتشريعية وقضائية ولنأخذ المستوى الأول مثلا فنجد أن السلطة التنفيذية تتكون من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي ويجلس رئيس الجمهورية على قمة الجهاز التنفيذي حيث يتمتع بصلاحيات واسعة منها تعيين القضاة وعزلهم كما يحق له الإحالة إلى المحاكم العسكرية مع العلم أنه لا تجوز مقاداته إلا في حالات معينة وهناك السلطة التشريعية وتتكون من مجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات أما المجلس الوطني فتخصص 60% من مقاعده للدوائر الجغرافية و25% لتمثيل المرأة و15% لقوائم الأحزاب السياسية في المقابل نجد أن مجلس الولايات يضم ممثلين عن كل ولاية أخيرا نجد السلطة القضائية وتتكون من المحكمة القومية العليا ومحاكم الاستئناف القومية ويفترض للسلطة القضائية الاستقلال المالي والإداري عن السلطتين التنفيذية والتشريعية اشتركوا في القناة